ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 4% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة أسعار الوقود والإنارة ساهمت بشكل لافت بارتفاع معدل التضخم بنسبة 32% فضلا عن مجموعات سلعية ذات أهمية عالية للمستهلك مثل الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 5.20% والنقل بنسبة 3.24% وأسعار الألبان ومنتجاتها والبيض بقرابة 9%